هذا وشهد الاجتماع تواجد رئيس شبيبة الصورة محمد زرواطي بعدما ألغت لجنة الطعون عقوبة إيقافي لسنتين والتي سلطت في حقه من طرف لجنة الانضباط التابع للرابطة المحترفة الوطنية نتيجة تصريحات الأخيرة في حق الهيئة الكروية ورئيس عبد الكريم دوار هذا ورفض زرواطي الحديث خلال أشغال جمعية العامة العادية للفاف والتزم الرجل بمبدأ الصمت كونه سائم من واقع الكرة الجزائرية وتجنبا أيضا لأي عقوبات أخرى مستقبلية